ليش انا اقول بذلك لانه محمد بلغني ان في واحد اه طلع بيتكلم على الشيخة بصحاق وبيتكلم على انه بيعتذر له وبيضربه من تحت لتحت ونحن نخالفه ونحن من انت شد خالفه وانت اصلا ولا شيء ولا عندك شيء ولا بتفهم شيء ولا عندك انت فاضي علميا اثارة في التأسيس والتأصيل فاضي علميا والامر الثاني عقيدتك الخاربة انا كلمته في الهاتف تصريحا بيني وبينه قلت له طيب النبي السلام قال قال فوضع يده فوجدت ورده الامره النبي فهم الكلام بيقوله ما فهموش قال مش فهمه يعني كلام مثل هذا وقلت له بايزا يعني كلام مش تصريحا بمثل هذا وكان يموت طبعا النبي السلام بتتكلب كلام مش فهمه ما هو طبعا ما سواء الحاصل انا قل قال لي قال الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله وقلت له لا ابن عباس قاله وقاله من الرصخنا في عمال الذين عاموا لتأويله قالوا على الوجه وقلت له حواميم والتروحة انا كل ده بلعب في ايه بلعب في ملعبه انا لو اخدته في ملعبه هيسقط لانه ما عندهش اي حاجه ما عندهش اي علم في اي حاجه انا كل ده بلعب في ملعبه والمنطق والنظر والخبر اللي اقول اللي فهو فيه ومش عارف يعمل حاجه معايا فأنا لو جبته بقى لو اخدته ونزلته معايا فين؟ في مصرح الادلة زي ما عملت دي كده قلت له ما ستفعله بقول الله تعالى تنزيل رب العالمين نازل بيه الروح والامين على قلبه من المندرين بلسان عربي مبين دربة خمس بأس داس شي غنى والله حاجة انا لازم نفهم لو صفحنا التاريخ العباسي خلاف العباسية سقطت بسبب خلق الخرآن الخلافة الاموية سقطت بسبب تعظيم الجهة من يصفهم والمتأخرون تأخروا بسبب تعظيمهم من الأشعار اقسم بالله هو هذا عشان كي ربنا عطيهم عطيهم يعني خليهم في الأرض وقفلتهم مش فاهم أصدر هم مش فاهميني بيقولون شيخ اسمعني بس اسمعني لا يفقهم ما يقولون ما يفهمهم فما يفقهون هو الرجل بيقول لك رحمة الله رحمة الله را حميم إيش هذا بس وحلول الحوادث هم مش فاهم أيونا يقول لك أنت أصلا جعلت ربك الله ربك حادث وتحلي فيه الحوادث تعال وش الحادث ممكن والواجب مش فاهمين حاجة وبعدين لما واحد يقول لك أن أول الطريق كفر يعني لازم يكون كافر الأول وبعدين يبحث في الأدلة عشان عشان يسلم أول الواجبات لما يقف وقفة معينة معينة لما يقف وقفة معينة فهمني بس يبقى يقف عندها ونحن نحييه كمان بس سمعني بس أنا أقول لك حاجة لا هو ليش هو بيجابه الجبال ليش يقف يجابه الجبال ما خليك في مطرحك الحاصل ابن تامية منصف قال والمعتزلة أسلم على أيديهم كثير من النصارى ده بيبان فضلون على الأشعارة كمان أسلم على أيديهم كثير من النصارى ولكن لما جي يتكلم فيهم بقى عمل إيه سم عليهم ولا تحن بيضيع الدين يا شيخ بيسرب الله ده ما سابة لله وبعدين يطلع الرجل من أهل السنة الجماعة وجبل من الجبال يقول ونحن نخليفهم من نحن انت ينفع تقول نحن انت فهم حاجة انت أصلا في كل مسألة حتى مسألة فقهية بتيجي بتاخد مكتوب ورقة أو بتسمع شريط وبتحفظه بتيجي تقول سينه نقال صاده نقال عينه نقال مش جاي بيحصل وبتاعه مش عابه يسيبها برضو إيه نفس التيران خليني أنا أنا أحيي ذلك وأثمنه أنا في الهاتف قلت له ذلك قلت له أنا أثمن ما أنت فيه لكن ما خدش في البده هو ماله هو ماله ماله الجبل ده هو ماله ماله كيف هو يدخل على على مثل هذا الجبل الأشم ويقول لك ونحن نخليف انت مين عشان تخليفه تبين انت أصلا بينك وين عشان تخليفه صح يا الله يا عمي الديانة والوجاهة والأصل لا يعرف الفضل هل الفضل إلا إيه إلا هل الفضل فأنت أما تقول ونحن نخليفه بتخليفه فيه فيه وش نهت نخليفه فيه أنت أصلا ضل مضل فيما تخليفه فيه خانتني فهذا هو ولذلك أنا أسمي ما هو فيه من رقي فيما يفعل وأنا أشتد معه في ذلك لكن لا يمكن أن أنا أصلا أسمح أنه يطلع على أكتاب أهل السلفية وما فيش حد يطلع على أكتابهم هم أصلا جاهلة والجاهل لا يمكن أن يرتقي منزلة أنا قلت لهم دائما الزوايا فيها خبايا ومش أي خبايا ما زال الله يغرس لهذا الدين غرسة سيفهم بطارة أصلا على الجاهلة وأهل وأهل الضعف فالضعف ده ضعف شديد فلابد أن نقول بأن العلم له ناس صدر الله له ناس واصطفى ناس له فإما أن نتكتف حقا ونضع كل شيء في موضعه وإما الحقيقة لا تذوب الحقيقة لا تذوب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر